مودست ما هيقدر يدي الاهلي الفترة اللي جاية وهيتحسن ولا شايف انه مفيش امل بصراحة شايف انه لا الامور الامور مش ماشية زي ما انا كنت متوقع لكن الامور جاية الاهلي عنده مباراية كتير محتاج يستخدم التلات مواجبين لأنه هو عنده تلاتة في القايم فتلاتة ده يا دو فالتلاتة هيلعبو الاهلي عنده هيبقى ضغط عنده ضغط كبير في المسلم المحلي ضغط كبير في بطولة افريقيا ضغط كبير في عنده نهي كاس مصر يوم تمانية الكاس الجديد لو تلعب فطبعا التلاتة هيلعبو وشايف ان مودست سيتحسن على الاقل هيتحسن في ما هو قادم من مباراة هيتحسن لأنه الشكل ولما اجيش راح لك الجون بعد شوية لأول جون كله تسعين في المائة منه مودست حلاحة تاني الجون يلا بي يلا نروح للجون ووريكي الجون اخر لقطة في شرحنا للجون هوريكي الزاوية العكسية مجاتش في اللايف لكي حاجبنا بعد كده الزاوية العكسية الزاوية العكسية للجون لأول مرة ومودست بص هنا من هنا مش باين الاشارة بتاعت مودست الراجل هنا الكرة كانت قطع في وسط الملعب من محمد هاني كم راحت لعمر السولية كمي الفريم اللي بعده اتحطت الشيب بص اهي شايف الاشارة دي شايف الاشارة بتاعت مودست دي الاشارة دي من بدري الراجل محضر عمل سكان بص وابتلا يبص لعمر السولية عشان يحطله وهو عارف انه انه متغطي الراجل رقم تسعتاشر سنتر باك اخر العيد في الملعب بتاعمل دي اما قافل على التسلل فمودست اون سايد مش اوف سايد فالكرة حاطة تكمل بقى تكمل الراجل هنا استلامة بالحجزة لما وقف هو بيستلم ودي صعوبة الجون او حلوة الجون لما وقف هو بيستلم حجس كويس او الراجل عشان يكشف زاوية الرؤية هل يروح ويكمل او احطاه بشماله ولا يروح على الراجل اللي زاويته مبتوحه اكتر فريم اللي بعده اللي هو احسين الشحات الاستلامة بالشمال حطاها باليمين لحسين الشحات وتم التسجيل روح لفريم اللي بعده كمان فريم اللي بعده كمان دي طبعا كرة الهدف كامل اللي بعده فريم اللي بعده بصها كريم الراجل هنا بيشاور لعمر ودي زاوية اللي من ورأك جون اللي ما جاتش فيه المباشر مودست من قبل الكرة من اول ما كرة اقطعت وهو بيشاور لهم عشان يلعبونه الكرة في المنطقة دي لحسين داخل انسايد تواف انسايد الاتنين واخدين العين اللي كل المدافعين هو الراجل جاي من وراهم وده شابه الجول اللي جابه في سيراميكا بنفس الشكل لكن سيناريو مختلف من الزاوية العكسية كان الكرة رأسية انه سرق المدافع في جزء من ثانية وحط القرى بدماغه نفس القص خبرات خبرات انا هنا بتكلم على خبرات الناس بتكلم على الاداء وبتكلم على المردود لأ انا مش ده المردود اللي انا لكن نهاية خبرات الراجل بقت مهمة جدا انه تسعفك في بعض الاحيان زي الكرة دي وتعامل مثالي معي وهجيب لك الفرق ما بين تعامله هجيب لك اللقطتين فوق بعض بعد شوية في الفرص اللي ضياحها النادي الاهلي الفرق في التعامل ما بين اللقطتين لو ترجعوا لي تاني معلش لي الفرص اخر عايز اخر صورة بس اللي فيها الهدفين فوق بعض الكرة اهي ديها كريم سيناريو بالكربون الراجل وقف وتقنع عشان يعمل الباص راحل المضمونة حطها بالعرض الحسين الشحات اللي عنده زاوية رؤية افضل تسجل الجول حسين الشحات خد قرار هو القرار الاقل فرصا انه يتم تسجيله فلم تسجل لعبت النادي الاهلي لازم حطه الصورتين دول قدام بعض دي كرة في الشوت الاول بتاعت حسين دي كرة الجول بتاعة مودست لما اللعيب كان محضر قراره وانه يدي للعيب الاجهز واللي زاويته اوسع انها تتسجل الكرة تسجلت لما اللعيب راح بفردي واختار قرار الاصعب الكرة لم تسجل تجهيز القرار مرة واثنين وثلاثة واربعة لازم الصورتين دول يفضلوا قدام بعض النبيلات بالمناسبة لو في حد محتاج يسجل هدف فهو مودست اكتر من حسين الشحات مليون في المية فهو اول واحد هيفكر انه انا اشتغل فردي هيبقى مودست فرغم كده مودست فكر بتعاون عظيم جدا نودي الحسين الشحات عكس حسين الشحات اللي مداشي الكرة المودست كان ممكن فرصة افضل بكتير جدا طب مليون في المية